ورجعنا لكم تاني في فقرة من أحلى فقرات برنامج نفسنا في حلقتنا النهاردة ورجعنا لكم معايا 36 أمارات جميلات على ترابيزة زجاجية مستديرة يتنافسون وينافسنون الفقرة بتاعتنا دلوقتي فقرة السياسة والنجوم النجوم في جميع المجالات في الرياضة في الفن في الأزياء هل يقولوا عراقهم السياسية هل ينتموا الأحزاب معينة هل يرشحوا نفسهم أنهم يكونوا مجلس شعب أو يكونوا رؤساء أيا يكون يعني يخشوا في السياسة بأي شكل من أشكالها أو يعبروا عن انتماءتهم ولا يبعدوا عن السكة دي لأن السياسة صعبة أنا رأي الشخصي اللي أنا أحبه أحب أن الفنان يعيش حياة طبعية زيه زي كل الناس هو ليه رأيه في كل حاجة المفوض يقول رأيه ومحدش يحجر عليه يقول رأيه في السياسة في أي أن كان إيه الحاجة والناس تتقبل الموضوع ده منه مش على أنه هو خلاص إله اللي بيقوله ده لازم الناس تعمله هو أنت وإذن نفسك ممكن يكون عندك رأي غلط يعني اللي بينتقد الفنان ده هو إذن نفسه ممكن يكون عنده رأي غلط فيتقبل من الفنان أي رأي بيقوله كشخص عادي ما هو الفنان ده أصله مش نبي يعني خلاص اللي بيقوله إحنا هنكتبه هو بني آدم ممكن يكون رأيه قابل الخطأ وقابل الصواب يعني فده اللي أنا بحبه لكن بعد العشرة واللي أنا شفته فأنا شايفة أن الفنان يقفل بقه بسسطة أحسن له يعني لسانك خسانك إنسنته صانك ونهنته هاني أحسن لك تسكت ولا تقول رأيك في السياسة ولا تتكلم لأنه كده كده الموضوع حزبين يعني كده كده هتخسر نص من الناس ولا حتى في الكورة يعني يعني أنا مرة مثلاً اتصورت بعلم الأهلي لقيت دخل الناس تقولي إيه ده إحنا كون إحنا زرالك ويا إحنا زعنيين منك أوي وش طب أنا واحدة أهلوية إيه اللي فيها يعني ما أزنبتش فأحسن نخليك في الوسط لأدول يبقوا عارفين إن أنت معاهم ولا دول يبقوا عارفين أنت معاهم يعني تراجعت يعني تراجعت لما تراجعت لأننا شايفات كل حاجة بالظبط الواحد ساعات بيتحط في مواقف بيتصدب يعني بيتخيل إنه هو من حقه كإنسان لأن أنت في الأول وفي الآخر إنسانة فبتنسي في لحظة يعني الحماس وبتعبري عن رأيك فلما بتعبري عن رأيك بتلاقي وابل من الهجوم مع أني يا جماعة على فكرة أنا بني آدم آه أنا بني آدم بس مشهور فعندي مسؤولية ثلاث كتير قوي مركزة معاكي وبيشوفوا أنت رأيك رايح فين فالناس بتحب مثلا فريق معين أو بيحبوا حزبه معين من الناس السياسيين فشايفوا أن أنت بختار الحزب التاني فإذا هم شافوا أن أنت فكري غير فكرهم فإذا أنت مش شبههم فالحب اللي كانوا بيحبه لك ده سحبوه منك وخلاص نسيوا بقى أن أنت فنانة فبقيت دلوقتي قدامهم شخص ضد شخص طب وليه لما أنا ما بفكرش ما بقاش أهلوية زيك أبقى ضدك يا أم أتحبنيش هو كده عشان هم ما بفرقوش طب أنا مثلا زم الكوية أنت أهلاوي يا حبيبي عرفتنا ده حب زيادة لك عشان بس تبقى عرفها قصي انت قدوتي مين قالك إن عايزة بقى قدويتك يروح لا هو هو مليش مزيك مش عايزة أنا مصرحة أن أقتل الفريق اللي أنا عايزة بصي أنت صارحة أقوليك على حاجة بس يعني أخذيها مش مشاركة بحاجة النهاردة لا أنا عايزة أقولي حاجة بس الثاني بسا هو الحاجة هو المشكلة إن إحنا مدام اشتغلنا لشغلنا دي نستحملها بحلوة وبالوحش بتاعها فإحنا هي فيها حلوة كتير الوحش الحاجة الوحيدة إنك ما بتقدرش تعبري على رأيك بحرية أو ما تقدرش تقولي كل اللي جواكي زي ما هو علشان ممكن يتفهم بمئة شكل من الأشكال فالأحسن إن انت تفضلي حيادية أو دبلوماسية في أغلب الأحوال طب يا جماعة يعني نختم الفقرة دي عشان خلي بالك برضو يا إيدي إيدي برضو خلي بالك من صفات العالم الأول الديومقراطية واحترام المرأة ومراعاة الطفل ومراعاة السنجل ماذر اللي هي الأم الوحيدة دي من صفات العالم المتقدم من صفات العالم التالت إن انت بتتحراشي برأيي الآخر ولا تقبير رأيي الآخر ولا تسمعي أساسا يعني دي من صفات الغوغاء والعشوائية إحنا ست غوغائي أنا غوغائية وعشوائية إنتي أهلاوية لزملكوية أنا أهلاوية بقى مش قادرة بقى تحضر مجدد هتشوفي الزملكوية هيعمله فيك هتشوفي يا جماعة خلصت فقرتنا نطلع فاصل ونرجع لفقرة السوشيال ميزيا سنة